في مرحوظة النهاردة لاحظتها واحد من المصادر القوة في النادي الأهلي خلال هذا الموسم هي فكرة زيادات اللي بيعملها اللعيب رقم 8 في النادي الأهلي وأدوارهم الدفاعية برضو مش بس أدوارهم الهجومية وكان أفضل من بيعمل ده كان حمدي فتحي صحيح كانوا أحمد العبيد المميزين جدا في المركز ده كان أفضل من أليو ديانج كمان عشان حمدي عنده الحتة الهجومية كمان أفضل من أليو ديانج الأهلي تأثير ده عليه في الموسم اللي جاي إيه هل يعوضوا إمام عشور ولا الأهلي محتاج كمان لا يبقى لهذا ونهاردة مباراة كاشفة ما علقناش على المباراة ما علقتناكش على المباراة وخليني أقولك قبل بس ما أتكلم على النقطة ريف في 30 ثانية أنه شو بقى كل اللي حابل أقوله وكل هذه السلبيات الأهلي نهاردة خارج من المباراة كذبان كتير الناس تستغرب بفرقة خسرانة ثلاثة وأول هزيمة محلية وبتكسر النهاردة موسم الله هزيمة وكممكن يبقى الموسم التامن في تاريخ نادي وبرامنز أزوح من الفرق الممكن أنه لقى لقى بقت غريم للنادي الأهلي بتدايقه حتى لما الأهلي بيكسب المراب بتبقى صعبة بس سنة مرات تضر الأول لإنتاب نفس النتيجة بالمناسبة 3 صفر النادي الأهلي لكن الأهلي خارج كذبان مهم جدا أن الرجليك تنزل على الأرض تاني مارس الكولر والجهاز واللعيبة وانت داخل على أمريكاته مهم جدا رجليك تنزل على الأرض تاني كسبت كل حاجة آه لكن محتاج تراجع حسابات كتير جدا جدا عشان كيف يقولك أهلي النهاردة خارج كذبان من المباراة دي مش خارج خسران اتنين نقطة مهمة جدا انت داخل على أمريكاته محتاج تعرف ناقصك إيه محتاج تعرف حالة اللعيب رقم اتنين في كل مركز أهلي النهاردة مرايح ست لعيبة غير 3-4 إصابات فبتكلم على فيه أربع عناصر أساسية أو خمسة أساسين بس في الملعب النهاردة يا كريم حتى الشحات كان موجودة على البنش ونزل التاني نتكلم على الشحات تفصليا بعد شوي لكن النهاردة الأمور كاشفة انت بتتكلم على مباراة آه لا تعبر عن الحالة بتاع النادي الأهلي عمتك كراتيجة لكنها كاشفة ما خسرتكش حاجة الخسارة بالنسبة لك جات بلغة الكرة في الريش هي ما خسرتكش حاجة هي خسرتك مباراة وموسم الله هزيمة لكن على صعيد العام انت خدت كل شيء فمهم جدا أن الخسارة اللي بتفوق اللي تخلي الرجليك تنزل على الأرض تاني تكون فيه مباراة زي مباراة النهاردة قبل ما يكنت عندك في بداية سبتمبر عندك السوبر الأفريقي عندك بعدها الدوري الأفريقي اللي هو تحت مسمى الاسم السابق ليه دوري السوبر الأفريقي ومن بعدها كاسعلم أندي فترة تتكلم دخل على معتركات ما فاش الكلام فأنت محتاج تجاهز كويس قوي محتاج تعرف حالة اللعيب رقم 2 في كل مركز وأنا بأكد تاني حالة اللعيب رقم 2 في كل مركز مش اللعيب الأساسي لأنه أنا مجد أتكلم على توقع حسين أو حتى كهرباء أو مروان أو إمام لما يبقى موجود أو حمدي مع نهاية الموسم أو أليوت ينج في حالة العتيادية أو محمد عبدالي في حالة العتيادية رغم الأخطاء لأ بأتكلم على اللعيب معلول أو محمد هنا عمليه موسم عظيم موسم للتاريخ لكن بأكلمك على اللعيب رقم 2 في كل مركز لأ في مشكلة فده كان مهم